بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله النهاردة هنكمل الجزء الخاص بالإيجادات في التربة وهناخد نوع أو شكل تاني من أشكال الأحمال على سطح التربة وإزاي يجيب تأثيرها عند عمق زد من سطح التربة ده الطريقة دي بيسموها الانفلانس فاكتور وفي سيناس بيسموها فادوم المهم قصتها إيه بقى؟ قصتها أن أنا لازم يكون عندي سطح الأرض أهو والإجهادات اللي موجودة على سطح الأرض خلي بالك ركز معايا عبارة عن شكل مستطيل ليه L وليه B حلو؟ ليه L وليه مين؟ B أهل L وB ده موجودين فوق ولما تيجي تحسب الإجهادات بتاعته بتحسبها عند مين؟ عند الركن بتاع مين؟ المستطيل ده فقط ما تقدرش تحسب غرفين عند الركن بتاع المستطيل ده فنحسبها إزاي القيمة ديت؟ الدلتة سيجمال اللي أنت عايزها عند ضعونك مين؟ زد ما هي إلا؟ اللي موجود فوق هنا اللي هو كيو كبعاً كيو ده هيبقى طن بيرميتر مين؟ سكوير عشان حمل موزع مضروب في مين؟ في ناس قالت I R I V أي كان مو من الانفلانس فاكتور ده طب أجيب الآي ده إزاي؟ أجيبه من الكيرف اللي قدامك ده على حسب حاجة اسمها M وحاجة اسمها مين؟ N أنا مسامينها IQ ماشي IQ مفيش مشكلة المهم إن أنا عندي عايزة أجيب الآيكيو دي إزاي؟ ما لازم M؟ ولازم كل خط من دولة هما N طب وبعدين أجيب M و N دي إزاي يعني؟ أقول لك تجيبها إزاي؟ مش أنت عندك L ديت وعندك B ديت خلاص؟ يعني عندك طول وعرض A القاعدة فبتجيب الـ M دي بتساوي L على زند يبقى الـ N بتساوي مين؟ الـ B على زند فقط لغي مثلا هنا طلعت B2 والتانية مثلا 0.3 أطلع كده أخش كده يبقى من هنا جبت كام IQ بتاعتي IQ بتساوي كام؟ دي 0.05 0.06 7 8 9 يبقى 0.09 واضح؟ واحد يقول لي طب لو أنا غلط M اللي على زد والـ N B على زد لا خليت الـ M هي B على زد مش هتفرق يعني ايه؟ يعني لو انت خدت ده الـ 2 والتانية اللي هي 0.3 يعني فاهم زي 0.3 0.3 1 2 3 صح؟ و بعدين اتنين اللي هو الكيرف انهو ركز بقى معايا كيرف ده هو ده اتنين وده عشرة كيرف ده هو اطلع كده قب علىك نفس الخطة هوا ده بس يجي لك نفس القيمة فمش هتفرق معاك لو انا عندي الايه الـ L او الـ B اللي قدامنا ديه ودي من اهم الطرق اللي بنحسب بيه على اساس ان الاواعد بتاعتنا كلها شكلها ايه؟ شكلها مستطيل بس السؤال بقى لو انا عايز احسن مثلا نقطة في النص هنا؟ هتحك عليه هخلي النقطة بتاعتي ديه ما هي الا ايه؟ نقطة في الركن ده واجيب تأثير المستطيل ده وتأثير المستطيل ده وتأثير ده وتأثير ده وتأثير ده ايه واجمعه وممكن بقى تبقى النقطة بره كمان لو النقطة هنا هجيب تأثير المستطيل الكبير ده واطرح منه تأثير المستطيل وفيه افكار كتيرة قوي على حسب ايه شكل القاعدة والنقطة اللي انت عايز تحسب عن ده ممكن تحسب الاي كيو زي ما انت شفتها من الايه من الكيرف او ممكن نحسبها من الجدول اللي قدامك ده يعني لو لقيت ان مثلا اهي بوينت ثلاثة هيت شايفها وبوينت مثلا اتنين اللي احنا قلناها طلعت بوينت او تمانية تسعة لو خدت انت اتنين بقى من هنا اهيت وبوينت ثلاثة اللي هي ديت هتلاقي برضك بوينت او تمانية تسعة يعني ما تفرقش ايه معي شكرا